مبروك فوز منتخبنا على منتخب أنجولا 1-0 في مباراة يعني نتيجتها كانت مهمة جدا بالنسبة لنا في بداية التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 وليبيا بتفوز على الجابون 2-1 في الدقائق الأخيرة علشان تتصدر المجموعة المجموعة بتاعتنا مجموعة مش سهلة ومجموعة شارسة مجموعة لازم يبقى فيها تركيز كبير على عكس اللي حصل من منتخبنا النهاردة وأسهل حاجة أننا النهاردة نقدر أننا نخرج على السادة للمشاهدين أننا نحاول أننا نلاقي أعذار ومبرارات لأداء المنتخب السيء جدا أسهل حاجة أننا نخرج ونقول أو نطلع على حضراتكم هنا ونقول أن اللعيبة مجهدة وأن ما فيش انسجام لسه ما فيش أعذار ما فيش أعذار يا جماعة فرقة أنجولا فرقة نقصها 12 لعيب فرقة معظمهم ما لعبوش مع بعض قبل كده نقصها 12 لعيب يعني هما بيلعبوك بالساكن تيم بالبي تيم بتاعهم بيلعبوك على ملعبك وإحنا عندنا لعيبة يا جماعة دولية فيه لعيبة في الملعب عندها 60-70-80 ماتش دولي إحنا وحشين قوي بجد يعني مش هجامل حد على حساب منتخب مصر إحنا وحشين قوي قوي على كل المستوات على مستوى بداية الهجمة على مستوى وإحنا بندافع على مستوى الكرات السابتة الهجومية والدفاعية على مستوى التركيز ميس باس كتير جدا الخطوط بأيدي عن بعض واحدة من أسوأ المباريات اللي شفتها المنتخب مصر من سنين طويلة ومش عارف تاني أسهل حاجة أن أنا أخرج على حضراتك وإنا على الشاشة وأقول إحنا اللعيبة مجهدة إحنا بندفع تمن الإجهاد وطول الموسم وحاول ألاقي أعزار لكن إحنا يا جماعة فرق المستوى ما بيننا وما بين منتخب أنجولا مش عارف أقول لكم زي إيه بالزبط لكن كأن مثلا يعني عشان أبسطها لكم كده بالبلد كأن مثلا الزمالك أو الأهلي بيلعبوا فريق درجة ثالثة يعني كأن في الكاس الزمالك أو الأهلي بيلعبوا فريق درجة ثالثة وبيلعبوا فول تيم كمان نايسهم بس لعيب كده أو اتنين طبعا أنا عارف كويس جدا إيه الكلام اللي هيتقال بعد المباراة من غير ما استنى المؤتمر ولا استنى المسؤولين في المنتخب هيقولوا إيه ولا إيه حاجة أنا عارف كويس إيه اللي هيتقال هيتقال إن صلاح مش موجود وإن إني مش موجود وهيتقال إن أصل اللعيبة مجهدة وهيتقال إن إحنا ما كانش عندنا وقت إن إحنا تشغل اللعيبة لأ علش ما احترامي يعني حاتش يزعل مني اللعيبة دي مش متحفظة حاجة خلص مش متحفظين إن مثلا في بداية الهجمة في ضربة المرمى هنعمل إيه سنترباكين هيفتحوا واحد من لعبة النص الملعب هيسقط هنطلع إزاي حتى الكرة الطويرة اللي الشنوي بيلعبها على محمد شريف اللعيبة مش مقريبة عشان الكرة التانية حاجات كتيرة جدا مش موجودة مش موجودة البيزيكس الأساسيات مش موجودة وأنا مش عارف حال منتخبنا وصل لكده إزاي وأنا بقول لحضراتكم الكلام ده وإحنا كسبانين أنا بنتقد وإحنا كسبانين أنا عمري في حياتي بحللت مطش ولا حللت فريق على أساس النتيجة النتيجة أوكي تمام كويس إن احنا بدأنا التصفيات بمكسب لكن المستوى المنتخب مؤلئ مستوى المنتخب لا يطمئن كل الناس حتى الشباب هنا في القناة النهار الشباب اللي شغالين معنا كلهم وأنا داخل كابتن حرام شكل المنتخب ده وده على فكرة لسان الشعب المصري كله لسان الشعب المصري كله شكل المنتخب يقلق شكل المنتخب يقلق ملناش أي شكل خالص ولا في أي جملة تكتيكية معمولة مثلا إن الكرة لما السنتر باكي بمعها الكرة الرجل الوينج بيخش الجوة والباك بيعلق والرقب عشرة بيتحرك في ظهر الناس مفيش أي جملة معمولة ومش عارف ماشي مفيش وقت لكن أنا عارف إن أنت يعني ممكن الكابتن حسام والناس تحفظ اللعيبة في محاضرة فنية يعني أتمنى إن البداية بس هي اللي تكون سيئة على مستوى الأداء وإن إحنا نتحسن في ماتش الجابون ماتش الجابون على فكرة ماتش صعب ماتش صعب ماتش فيه سرعات كبيرة ماتش فيه سرعات كبيرة ماتش فيه لعيبة أفضل من أنجولا وأنا بقول لكم يعني بكل بساطة الهيدلاين أو العنوان بتاعت المباراة إن الحمد لله إن أنجولا لم تستغل رضاءة أداء منتخبنا أنا بالنسبة لي لو أنا راجل صحفي قاعد بكتب هيدلاين في موقع أو هيدلاين لصحيفة هتصدر أو تنشر أو تصدر غدا هكتب الحمد لله أنجولا لم تستغل رضاءة مستوى منتخبنا ده الهيدلاين بتاع بتاع المباراة بكل بكل بساطة طبعا بعد الفصل هيكون هيكون معانا يعني الكابتن متحة عبدالهادي وكابتن سامير ركمونة وعندنا ستوديو تحليلي مختلف هنتكلم عن ليه كنا وحشين إحنا مش هندي أعذار ومش هنتكلم على الإجهاد ومش تكلم لا ليه كنا وحشين هنناقش مع بعض ونتكلم مع حضراتكم ومع نجومنا الكابتن متحة عبدالهادي وكابتن سامير كامونة ليه منتخبنا سيء جدا أداء سيء سيء جدا له هنتكلم فنيا ليه ليه خطوطنا بعيدا عن بعض سيء جدا